من جديد يعود التوتر الطائفي بين المسيحيين والمسلمين في مصر لكن السبب هذه المرة هو استخدام سيارة ملغومة فجرت أمام كنيسة القدسين في مدينة الإسكندرية الساحلية اشتباكات اندلعت بين مسلمين ومسيحيين بعد الانفجار أصفرت عن اتلاف عدد من السيارات قبل أن تتدخل قوات الأمن وتسيطر على الموقف وحاول المسيحيون الذين تجمعوا بالمئات النيلة من مسجد مقابل للكنيسة التي انفجرت أمامها السيارة وتأتي الأحداث الأخيرة بعد تهديد تنظيم دولة العراق الإسلامية للكنيسة المصرية بالاستهداف بسبب أسلوب معاملتها لنساء قال التنظيم إن الكنيسة تحتجزهن بعد اعتناقهن للإسلام وغالبا ما تتحول التوترات بين المسلمين والمسيحيين في مصر إلى أعمال عنف بسبب بناء كنائس أو علاقات بين أفراد الطائفتين ويشكل المسيحيون نحو 10% من سكان مصر البالغ عدده نحو 80 مليون نسمة ومعظمهم من المسلمين ياسر البرديسي بي بي سي